اشتركوا في القناة كشفت ان مشاغلتها عرضتها للتعذيب بشتى انواعه من خلال احتجازها ورميها بالغاية مشيرا الى ان هد المشاغلة كانت ترسل لأسرة زهيرة فيديوهات ادعت فيها ان ابنتهم فقدت صوابها وقد تكلفت بعلاجها الخادمة المغربية حادت الى ارض الوطن من بعد ما سمحت لها مشاغلة ديالها بذلك ان استعمل تصريح الخادمة صاحبتي بنتها كانت في الامارات وقلت لي فلانا رأي خصاني وحد السيدة بغيتها تخدم عند بنتي قلت لي رأي كينا وحد درية من العائلة ديالتنا رأي 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 وقد تصدرر لأسرة زهيرة سيطول للاسرة باستطيعنا اللقاء يصبح حاجاتك منه البلسة يطول في تاليه يمكنك رأي 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 اذا كانت يطول عليكم في عينان قلت لك شوف المصاريف والإجراءات ودك الشير على حسب المرأة غير هو حاجة وحدة خاصها المرأة تشوفك وتمشي عندها يعني مشي البنت الأم لي هاتشي أنا باقي البنت ما خبري يوميتها شكرا رحوس المتابعة وإلى اللقاء شكرا